بالنسبة للقطاع العقاري كيف رؤيتك إليه ويعيني حاليا من العديد من المشاكل لا ومشكلته الوحيدة الناس اللي هي أدت تسهيلات من غير ما يكون عندها قروض طويلة الأجل وهم أدوا تسهيلات طويلة الأجل على أساس قرد هو واخده كشركة من بنك بيوجدد سنويا وبالتالي بيتغير سعر الفائدة اللي أدى مثلا تأسيط عشر سنين كلام اللي سمعنا ده وشفناه حاسب جوه السعر طبعا الفائدة إنه ما مكانش عامل حسابه إن الفائدة هتتغير وما فيش حد مشتري كان محطوط في العقد بتاعه إن لو تغيرت فائدة البنك المركزية إنت كمان هتدفع زيادة لأن ده بيخوف الناس فالناس كتير جدا التزمت بالكلام ده مع التضخم الموجود دي مشكلة كبيرة هتواجههم في تنفيذ وبالذات إن المقولين النهاردة نفسهم بيخافوا يدوا أسعار لمدة طويلة فمشكلة مشكلة التنفيذ أما مشكلة بيعلق ما فيش مشكلة بيعلق إن معاج جنيه مصري النهاردة يشتري عقارة يشتري دهب غير كده ما فيش حاجة خالص هل تتوقع تأثير سلبي على القطاع المصرفي الذي قام بعمليات طوريك كبيرة للشركات العقارية؟ حسب الريكورس على البنك ولا على العميل فيه عميل ناصح بيعمل فاكترينج بوداوت ريكورس وفيه اللي هو ممكن يرجعوا عليه إرجعوا عليه البنك مش تقسروا ألي من لي على مستوى القطاع السياحي هل استفاد بالفعل من خفض الجنيه؟ ده واستفاد من الطلب الغير طبيعي في العالم كله على السفر يعني أنا لسه بحكي أنا كنت في روما من الأربعة يام اللي تلاينا بيشتكوا من عدد السياح اللي غازوا المدينة واحنا شايفينها يعني صلالة السنة دي الإقبال عليها ضعف الإقبال السنة اللي فاتت وعمان يعني دولة طول عمرها هادية وما فيش فيها مشاكل فده مجرد طلب غير طبيعي على السفر نتيجة طبعا كورونا وبرضو الفزع بتاع أوكرانيا روسيا ده برضو أثر على السياحة فما بين كورونا والحرب اللي الناس خلاص تعودت عليها وعرفت إن هي ملمومة هناك ملناش دعوة احنا نسافر ده نروح أجاز فده اللي نفعنا جدا بالنسبة لمصر طبعا احنا عندنا جزء مش بطال من الفنادق بتاعتنا في مصر وهم استفادوا جدا برضو بالحكتين يعني بالطلب الزائد اللي سمح لهم يزودوا الأسعار والتكلفة اللي قلت يعني أبسط حاجة احنا فاتورة الكهرباء النهار ده أرخص من سنتين نص يعني بالنسبة للدولار يعني أنا السياح كان بيكلفني مساء مية جنيه في الليلة كهرباء النهار ده بيكلفني مية جنيه بس الدولار بتاعه بيجيب ضعفين اللي كان بيجيبه من سنتين حضرتك أبديت اهتمامك سابقا بمشروع نيوم في السعودية هل هناك أي خطط للمشروعات في السعودية؟ آه أنا يعني ببص جديا وبتفاوض حاليا على كذا حاجة في السعودية لأن هي دي منطقة وعيدة جدا والحصل هناك دي يعني الثورة بجميع المقاييس لأن انت لما تغير كل حاجة يبقى ثورة مش شرطة الثورة تكون بالسلاح وبتاعه إنما يعني كل حاجة في السعودية دلوقتي بقيت يعني أب تو ديت وهم متهيالي بعد كم سنة هيبقوا أكبر مكان يحصل فيه استثمار وهنتشوف مثلا بدل دبي واحدة اللي هي عملت طفرة غير طبيعية في تاريخ الأمة العربية كلها هتشوفي في السعودية كذا دبي وكذا منطقة فيه من نفس الأنشطة المبهرة يعني نوعية المشروعات اللي بتتفاوض عليها في السعودية؟ لا أنا مش في حل أتكلم دلوقتي على الحاجات دي صراحة لحد ما حاجة تخلص فعلا إنما فيه كذا موضوع أنا ببص عليه وأنا ما اعتبر إن دي يعني هي دي المنطقة الوعيدة لإمرة واحد في الوطن العربي في الفترة اللي جاية شكرا 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 شكرا